اشتركوا في القناة أما بعد أيها الإخوة والأخوات فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وقراءة القرآن من الوصايا التي ذكرها حاتم الأصم والتي استفادها من شيخه شقيق البلخي المسألة الثانية وهي يقول نظرت إلى قوله ونهى النفس عن الهوى فاجتهدت في دفع الهوى عن نفسي حتى استقرت لي على طاعة الله جل وعلا وهذه من أعظم الأمور ومن أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا أن يجاهد نفسه على طاعة الله ليس من السهل أيها الأخ الكريم ومن اليسر أن تتعود الطاعة وأن تجتنب المعصية ولكن بالمثابرة و بالاجتهاد و بالبذل و بصدق النية يعطيك الله جل وعلا ما تمنيت الطالب حينما يكون في دراسته و في مدرسته إذا لم يجتهد فإنه لن ينجح و إذا لم يبذل فإنه لن يستفيد و إذا لم يعطي فإنه لن يأخذ و لكن هذا مثل دنيوي و كذلك في الآخرة إذا لم تعالج نفسك و تجتهد و تجاهد نفسك على طاعة الله جل وعلا فإنها لن تستقيم لك نفسك يقول الله و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا لذلك يجتهد الإنسان و يبذل الإنسان كل ما في وسعه حتى يكون أو تكون نفسه مستقرة على طاعة الله فأما من طغى و آثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى الذي يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة فإنه يضل و يزل و يكون ظالما لنفسه فلذلك يجتهد الإنسان و يبذل و هذا هو وقت الاجتهاد و وقت الصيام يجتهد في العبادة يجتهد في قيام الليل يجتهد في الصلاة يجتهد في التضرع إلى الله جل وعلا يجتهد في بذل الخير كل ذلك من أعمال الطاعة و كذلك يقول و استفدت و تعلمت منك يا شقيق يقول رأيت أن كل من معه شيء له قيمة يحفظه في الدنيا فنظرت في كتاب الله فإذا الله جل وعلا يقول ما عندكم ينفد و ما عند الله باقي فاجتهدت في أن كل شيء له قيمة أحفظه عند الله بأن أؤديه لله و أتبرع به لله فيبقى عند الله جل وعلا و لذلك لا يبخل الإنسان على نفسه بل عليه أن يؤدي و أن يقوم بكل ما أمر الله جل وعلا به و أن يجتنب كل ما عنه نهى سبحانه و تعالى و زجر و أن ينظر إلى أن هذا المال الذي أنفقه لن يطيح ما عندكم ينفد يعني المأكول و المشروب مع أنك تؤجر إذا قصدت بوجه الله جل وعلا بما تنفقه على أولادك و على نفسك فإن الإنسان يؤجر و خير ما أنفقه الإنسان و خير ما أنفقه العبد على أولاده و على عياله فإنه يؤجر على ذلك إذا نوى النيها الطيبة و هذا من فضل الله و رحمة أن الإنسان يأكل اللقمة فيؤجر على ذلك و لكن يجب عليه أن يحمد الله يشرب الشربة فيحمد الله جل وعلا ينفق على الأولاد فيكون ذلك بقصد النفقه لهم و الاستجابة لأمر الله لأن الله جل وعلا أمرك بالإنفاق أعطي ما دمت في وقت الحياة عائشة رضي الله عنها أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام بشهر فقال قطعيها و أخذي منها و أطعمي فجاء فقال ما صنعت بها قالت و الله لقد ذهبت كلها إلا الفخذ أبقيته أو الكتف أبقيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحب الطعم إليه الكتف فقال يا عائشة لا تقولي ذلك فوالله لقد بقيت كلها هذا المال و هذه الطعمة التي أنفقتها هي التي بقيت و هذا الكتف هو الذي ذهب لذلك نستشعر عظيم منة الله جل وعلا علينا أن سهل لنا كل شيء نبذله فهو إذا كان في مرضة الله و كان قصدنا لله جل وعلا فإنه يدخره الله لنا يوم القيامة و كذلك المسألة الرابعة التي ذكرها حاتم يقول رأيت النسة حسد فنظرت في قوله تعالى نحن قسمنا بينكم معيشتكم في الحياة الدنيا يقول فتركت الحسد فتركت الحسد و هذه بلوة حقيقة بلوة عظيمة حينما يحسد الإنسان إخوانه على ما منى الله جل وعلا به عليهم و يتمنى زوال النعمة عنهم و هذا حقيقة خلل في القضاء و و قدر فأن الله جل وعلا قد كتب الأرزاق أصلا و لن يأخذوا هؤلاء الناس لن يأخذوا منك و لو فلسا واحدا لم يقدره الله جل وعلا لهم فلذلك لا تحسد و لا تبالغ و لا تتمنى زوال النعمة على إخوانك بل أبذل بل تمنى لهم الخير و هذه هي غاية المحبة بين المؤمنين و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة إنما المؤمنون إخوة تحب لإخوانك ما تحب لنفسك هذه غاية يعني الأخوة الإسلامية الحسد حقيقة يعني وقع فيه كثير من الناس و خاصة للنساء تجد أن المرأة تحسد أختها أو تحسد جارتها على ممن الله به عليها و تجد أن يكون قلبها بغيظ لهذه المرأة التي نعم الله جل وعلا عليها بنعمة من أي النعم و هذا ليس من الإسلام في شيء و هذا ليس من الإيمان بقضاء الله و قدره و لذلك الأصمع يقول رأيت رجلا قد تجاوز عمره المئة و العشرون سنة و فإذا هو رجل نشيط قوي يقول فسألته عن سبب نشاطه و سر قوته فيقول هذا الرجل تركت الحسد فسلم الله جل وعلا لي الجسد نعم حينما تترك الحسد يسلم لك جسده النبي صلى الله عليه وسلم يوصي يقول لا تحاسدوا ولا تناجشوا نعم فالحسد هذا الخلق الذميم الذي يبتلى به أو ابتلي به كثير من البشر خلق ذميم لا يمتل الإسلام بصلة تجد حتى الحسد ربما بين الأقران بين الطلاب بين الطالبات الطالب الفلان يقول مثلا فلان أفضل مني فلان يدرس أفضل مني فلان يذاكر فلان يحبه الأساتذة و أنا لا يحبونني فتجد أن قلبه موغور بهذه الأحقاد وهذه الضغائم حتى يظلم قلبه ولا يجني هذا الحسد شيء إنما يجني الهم والنكد والغم وربما تصيبه الأمراض بسبب حسده فلذلك على الإنسان أن ينتبه لنفسه وأن يعلم أن حسده لن يأكل إلا نفسه يعني حينما تحسد أقرانك وإخوانك وحينما تحسد المرأة جارتها أو مثلا أختها أو تحسد كذلك ضرتها على ما أنعم الله بيع عليه فإنها لا تضر إلا نفسها فلذلك على الإنسان أن يطهر قلبه من الحسد هذه الآفة المشينة التي لا يتصف بها أهل النبل أهل الكرامة أهل العلو أهل السؤدد لا تجد يتصف بها إلا أن ذل الخلق وأردى الناس ولذلك بعض الناس حين يمدع عنده إنسان آخر تجد أنه يغتم ويتشاءم وربما أنه كذلك يصيبه الهم على مدح الناس لفلان فلا يضير كذلك بل تفرح لإخوانك حتى يكتمل خلقك نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه وأن يجعل قلوبنا طاهرة والله أعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد اشتركوا في القناة